السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلاقاتنا الجديدة النهاردة واللي هنتكلم فيه عن موقع خرافي بمعنى الكلمة في ازالة اي شيء من الصورة وباحترافية عليها وعن طريق الزكاء الاصطناعي وبدون ما يأثر على جودة الصورة وبيطلعها زي ما احنا عايزين بالزبط تعالوا نشوف مع بعض وابلاء اتمنى منكم نشتراك في القناة واذا عجبكم الفيديو ما تنسينيش في اللايك الجميل بتاعكم وتعليقاتكم المحفزة على الاستمرارية ونبدأ مع بعض وندخل على جوجل ونعمل بحسة عن موقع magicrecer.io وهي سيب لكم الرابط في صندوق الوصف والتعليق المثبت بعد ما عملنا بحسة بيطلع علينا اول لينك بندخل عليه وده الموقع معنا والموقع مش بيحتاج مننا تسجيل ولا اي شيء تمام بنعمل ابلود لاي صورة اللي احنا محتاجين نعدل عليها ولا يكون الصورة ديت مثلا في شخصين هنا نشيل مثلا شخص منهم محس يعني على حسب افتراضا يعني ان احنا عايزين نعملها ونعمل قرس تمام شوف ظهر معنا اكن الصورة بالزبط هي شخص واحد بعد ما شيرنا الشخص بالزبط ولا اكن حصل في اي تعديل تمام وبنقدر نحملها من عندنا من هنا ونحاول نجرب مع بعض صورة تانية كمان بنحمل الصورة وليكن الصورة ديت في عندنا اربع اشخاص وهنشيل مثلا ثلاث اشخاص ونخلى الشخص واحد بنعلم عليه تمام نعلم مع الشخصين التانيين ونضغط على قرس تمام شوفوا الجبال من هنا او من هنا موجودة بالزبط يعني ولكن اي حد كان موجود معنا مسلا في الصورة وبرضو بنحملها زي ما احنا عايزين بنختار صورة تالتة بشكل مختلف تمام وليكن الصورة دي تمام بنحاول نشيل السيارة بنكبر الدايرة اللي احنا عايزين نعلم بيها بنعلم معلقة العربية تمام وبنعمل قرس بتشارت معانا ولكن في حاجة موجودة مسلا ونشيل الجزء ده من القلعة تمام ونعمل قرس شوفوا ولكنها كانت موجودة بالزبط وتلاقي السحابة موجودة والخلفية موجودة بالزبط ولكن اي حاجة كانت موجودة قبل ما نعدل عليه وما بيبنش على اي تعدين وده كله بيبقى عن طريق الزكاة الاصطناعي الموقع ده خرافي واتمنى انكم تجربوه وان شاء الله اذا اعجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب الجميل بتاعكم بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر